بسم الله الرحمن الرحيم رمضان إيمانا واحتسابا مع ثبوت هلال رمضان وانبعاث الشعاع السماوي معلنا تغير الزمان ومع تذكر نية الصيام يستذكر المسلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما يستذكر حديثا آخر صحيحا ومشهورا هو من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فيصوم ويقوم بهمة بهمة من جاء بذنوبه يرجو غفرانها ويتحدث الناس عن معاني الصوم وفوائده وفوائده الصحية والنفسية بله الاجتماعية والإنسانية فهو الذي يرتقي بالإنسان إلى مرتبة الآدمية ويكشف له ستار الحقيقة المادية والشهوانية وهو الذي يدربه على الإرادة تدريبا ويعلمه الرحمة تعليما وكل ذلك صحيح بلا ريب ولكن المتأمل في الحديثين المذكورين آنفا يقف عند تعبير إيمانا واحتسابا هذا التعبير الذي تكرر بلفظه في الحالتين الصيام والقيام ثم جاء مرة ثالثة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ليؤكد أن قيام ليلة القدر ينبغي أن يكون على هذا الحال أيضا إيمانا واحتسابا فما هو الإيمان والاحتساب الذي ينبغي أن يكون حال المسلم عليه في شهر رمضان حتى ينال الغفران إذ لا يكفي الصيام وحده ولا القيام وحده بل لابد أن يكون هذا الصيام على حالة الإيمان والاحتساب كما أن يكون القيام على حالة الإيمان والاحتساب قال الإمام النووي في معنى إيمانا واحتسابا معنى إيمانا تصديقا بأنه حق ومعنى احتسابا أن يريد الله تعالى وحده لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص وقال ابن الجوزي وقوله إيمانا واحتسابا أي تصديقا بالمعبود الآمر له وعلما بفضيلة القيام ووجوب الصيام وخوفا من عقاب تركه ومحتسبا جزيل أجره وهذه صفة المؤمن أجل هذه صفة المؤمن إنها التحقق بالعبودية التامة والاستسلام الكامل لأوامر الله تعالى سواء عرف الحكمة مما أمره الله سبحانه أم لم يعرف وسواء أدرك الغاية والفائدة أم لم يدرك فالمؤمن مطيع لله تعالى منقاد لأوامره على كل حال وظرف موقن أنها خير مطلق كما أنه موقن بجزيل الأجر وأنه سبحانه لا يضيع أجر المحسنين وما أحوجنا في هذا الزمن إلى تذكر هذا المعنى وقد فاض سيل العلمانية حتى خالطت الدين وانبر الشباب المسلم يتساءل عن الغاية من كل فريضة والحكمة من كل أمر ثم راح بعضهم يعلل ويبرر وينزل الأحكام فيقول لا تصلح لهذا الزمان نصوم نعم طاعة لله وحده الذي اختار شهر رمضان ليكون شهر صيام المسلمين وقال لنا في محكم تنزيله بأمره الواضح البين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ونقوم أيضا طاعة لله وحده وطمعا في ثوابه واهتداء بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه من بعده فقد نقل النووي اتفاق العلماء على أن القيام المقصود في الحديث هو صلاة التراويح محتسبين الأجر الذي وعدنا به نبينا صلى الله عليه وسلم غفران ما تقدم من ذنوبنا وهل أعظم من غفران ما تقدم من ذنوبنا حتى كأننا نولد من جديد ونمنح فرصة حياة جديدة نقية لا وزر فيها ألا ما أهنأ من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا ثم قبل وغفر له وقد ورد عن بعض السلف أنه كان ينادي في آخر ليلة من رمضان ألا ليت شعري من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه تقبل الله منا ومنكم وأعاننا على الصيام والقيام كانت معكم محدثتكم زكاء مردغان السلام عليكم